وقد عقد الوزيران في أعقاب جلسة المباحثات مؤتمرا صحفيا استعرضا فيه ما دار في جلسة المباحثات وقد أشهد وزير الخارجية بعمق علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة والتعاون البناء بين البلدين الصديقين وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات في ظل الحرص المتبادل من القيادتين الحكيمتين في البلدين وذلك على تعزيز التعاون المشترك وفتح أفاق جديدة لترسيخ العلاقات وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة وقال إنه عقد مع وزير الخارجية اليوناني جلسة مباحثات مهمة ومثمرة استعرض خلالها علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين كما تباحثا حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية بما فيها القضايا المتعلقة بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأوروبية وتم التأكيد على ضرورة إنهاء كافة النزاعات والصراعات بالحوار والطرق الدبلوماسية ليعمى السلم والأمن والاستقرار لصالح وخير جميع الشعوب في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم الإنسانية النبيلة وأوضح أن الجانبين بحثا مستجدات الحرب في أوكرانيا وأكدا على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة للنزاع وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل والإرهاب والفكر المتطرف والجرائم السيبرانية ومن جانبه أعرب معالي وزير خارجية جمهورية اليونان عن ارتياحه للمستوى المتقدم التي تشهده العلاقات الثنائية وزيرات الرسمية المتبادلة بين البلدين الصديقين مشيدا بمكانة مملكة البحرين ودورها الرائد في بناء ومد جسور التعاون بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط لقد عقدنا اليوم جلسة مباحثات مهمة ومثمرة استعرضنا خلالها علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين وأكدنا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وزيادة التشاور والتنسيق المشترك واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لزيادة آفاق التعاون المشترك بما يحقق أهداف وتطلعات البلدين الصديقين كما أكدنا على همية تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية والتكنولوجي والبيئة وضرورة الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في كل البلدين اشتركوا في القناة